مينا ازايك الاول؟ تمام الحمد قولي كده كلمني عن المشروع بتاعك انت مشروعك صناعي فما لوش علاقة بالمعرض اللي احنا بنتكلم فيه بتاع المنتجات الخاصة بكتير من الشباب فكلمني اكتر بقى عن مشروعك وعن ليه الكويتش بالزيد طب في البداية حب ارحب باستاذ عادل والاستاذ ريدا هم يعتبر اصحاب الفضل مين استاذ ريدا؟ استاذة ريدا هم امين ساعد الخدمة تمام ليه صناعة الكويتش؟ بمعنى صح لان حطيتم مشروع ده بزيد في الماغي هسكن مثال حضرتك قلت صناعة مسكار ده حلم او مشروع بسيط تمام لو فشلت هيبقى فشل زريع انما لما حطت حلم كبير او هدف كبير لو ما وصلتلوش هبقى وصلت الهدف اقل منه انت كان ايه هدف كبير بقى؟ لانا بقى صاحب منتج صناعته مش بسيطة تمام لو ما وصلتش 100% هبقى 8% هبقى عديت مرحلة تصنيع الترويش يعني الحلم كلما هكبر حتى لو ما وصلتلوش الهدف اللي وصلتلوه هو استاذ عادل كان بيتكلم في فكرة انك بتختار على اساس السوق عايز ايه انت لما اخترت الكويتش بقى؟ مش السوق بس انا بفهم في ايه تمام؟ مع اسي السوق عايز منتج الف وانا مش ما عنديش خبرة بيه هو انت اشتغلت ابلكده في الكويتش؟ سنين تمام؟ ليش؟ في البداية انا محبتش هتعامل مع الاسوار حبت هتعامل مع الشركات وكانت معابلة في منذوب او مدير مشتريات شبه مستحيلة او مش شبه مستحيلة وبعد ما بيتم المعابلة ما بيتمش التعامل مرة تانية تمام؟ اعملت ايه بقى؟ في البداية رحت لأوت سابونة عبد المسيح تابع الكنيستي العدرة والانبع السناسي ويبقى اثبتين نخل ليش؟ قلت له انا عايز حد مش يديني فلوس مش مهم المادة انا عايز حد يعلمني ازاي ادخل للشركة وتم التواصل مع استاذة رضا تمام؟ تمام في خلال يومين اديتني رقم مشتريات في شركة كبيرة وتم التعامل مش واسطها هو مش واسطة ان هي تقبل منتجة هي اعتبر تسهيل ان انا عود معها لو منتجة وحش او سعر وحش تمام مش هيتقامل بالفعل اتعمل ودي بقية سابقة اعمال بس يا يعني هي شوية الناس هتتبقى متخيلة وستعادل لانه الموضوع فيه واسطة ليه لانه تم انت قعدت ودخلت كذا شركة قبل كذا فاشمانة مرة ما تخلش من البوابة سي بيعبيني بتاع الامن طب انت بتاع كوتش ايه هو مش فاهم انا بتاع كوتش ايه اي انت كان او مرة تعد مع حد مشتريات ولو قابلت في بعض الشركات بيقولولي ايه احنا ما بنتعملش محل بنتعمل مستورة ودي اجابة غلط لانه انا عارف من اللي بيصنع اللوح تمام؟ وبالفعل قابلت واتفات على السعر وكل حاجة ودور اللجنة ما اكتصرش على زيالك نا نستنى قبل ما نتكلم في موضوع السعر ده انت قبل ما تروح تتكلم في السعر اصلا انت كان عندك يعني بدأت مشروعك عملت مصنع مثلا صغير لانتاج الكوتش المطاط انا مش بانت لكوتش وبسوقه النفسي انا سيه الموجة ده بتنتجه الشركة فيه كتعة الكوتش من شركات وتوزع فيه كتعة الكوتش لا فيه كتعة الكوتش هم بيركبوها بمقاسات ومواصفات معيالة هم عايزين يصنعوها كتعة الكوتش خاصة بالشركة دي فهم المفروض يدوني عينة انا نفذها لهم تبكي الاصل لها لو توافع الجودة السعر تمام انت بتنفذها من ايه بقى؟ من المطاط نفسه من المطاط نفسه يعتبر بسوق بالمطاط تمام انت بتبعى عندك الاجهزة بتاعة الريسايكلينج بتاع الزبالة او الكمامة والكلام ده اللي بتحول للمطاط تمام صحي كده؟ تمام بس هي مش كمامة ولا هم اللي بتبقى اي بقى؟ هي حاجات طبيعية هم سي مثلا حاجات من الياف الأشجار ومواق كمياية حل تمام بس فتم التعامل مع الشركة ومش شرط الشركة دي اللي انا اجني سمر او اجني مكسل من وراها هي بتبقى سبقة اعمال اللي انا اخش شركة صاد فيما بعد لا بس المكسل مهم وانت بتشتغل ليه؟ ما لو دورك اجني سمار من ورا الشركة دي يبقى دا فشل انا لسه اذكر لأستاذ عادل برا شركة اوبر كاب من غير اسماء؟ لا دي شركة عالمية اوبر جانا ارادات في اول ثمان سنين واحد وثلاثين مليار دولار من غير ما ياخد دولار مكسل مقابل انه يقبل المشروعه مقابل في الوقت الحالي في 2019 هو دخل ستمائة مدينة خمسة وستين دولة وممكن اكسب مكسب سريع هو ما يبقاش نجاح تمام؟ المكسب اللي انا قبر مشروعي تمام اه فيه عائد المال دي بي اه طبعا بس العائد دا مفروضة استثمره في حاجة تاني انه مشروعي يجبر فدي بالفعل انا دلوقتي بتعامل مع شركة سين لما انا جدخل شركة صاد بقول اللي انا بتعامل مع سين فبيبقى فيه احترام في الكلام ودور اللجنة برضو استاذة رضا بتبعتلي ان هي تعلمني ازاي كلم في المشترات صح